نروح للصفقات الصيفية في المركاتو العالمي ده المحل نروح بقى للعالمي يلا أول حاجة طبعاً نانت الفرنسي تعاقد مع محمد بشكل نهايي قادماً من جلد السراي مقابل 6 مليون يورو وبعقد حتى 2027 تعملين كلمعار والآن تم تفعيل التعاقد بشكل رسمي في المدريد أعلن التعاقد مع الإنجليزي بلينج هام قادماً من بروسيا دورتمون بكيومة 120 مليون يورو وعقد لمدة 6 مواسم حتى 2029 ودي أبرز صفقة في أوروبا حتى هاي زي الله عزا ليفربولت عاقد مع الأرجنتيني ماك أليستر قادماً من بروسيا بكيومة 35 مليون سترليني وعقد لمدة 6 مواسم حتى 2029 لعب ده أيضاً مماز جداً كوفا زيتش لعب رائع جداً في تشيلسي لعب وسط تشيلسي قريب جداً من انتقال إلى منشستر سيتي بكيومة 30 مليون سترليني وعقد حتى 2026 كاي هافرز على وشق الانضمام إلى نادي أرسل أيضاً قادماً من تشيلسي بقيمة 65 مليون جنيس سترليني وعقد حتى 2030 زي ما أنت شايفين تشيلسي بيفضل فرقة تماماً يعني تماماً بس وقتنا عنده لقيبة كتير زيادة عن اللازم يعني جندجان أيضاً يقترب من الانضمام إلى برشنونة قادماً من ماتشستر سيتي في صفقة انتقال حرة وعقد حتى 2026 وممكن أقول لكم كمان أنه جندجان خلاص رسمياً في برشلونة كل التعريب بتقول أنه خلاص اكتز الكشف التب كمان في برشلونة اتحاد جادة ضم طبعاً كارين بن زيمة قادمة من ريال مدريب راتب يصل إلى 100 مليون يورو سنوياً حتى 2026 أيضاً اتحاد جادة ضم انجولو كانتي قادمة من شلسي بعقد يمتد حتى 2026 وراتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو كاليدو كلوبالي في طريقه إلى الهلال السعودي قادماً من شلسي في صفقة تبلغ كماتها 30 مليون يورو وعقد المنت التلات موايس براتب 25 مليون يورو سنوياً حكيم زياش يستعد الانتقال إلى الناصر السعودي قادمة من شلسي بعقد حتى 3 مواسم وراتب يصل إلى 25 مليون يورو سنوياً